بعد الرفض القاطع للإرهاب والقتل الذي أدانه المغاردون العرب والمسلمون عبر ملايين التغريدات تعليقا على جريمة تشارلي إبدو بفرنسا والتي نفذت باسم الانتقام للنبي عدا المغاردون تذكير العالم بقيم دينهم والتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يدعو سوى إلى الرحمة والمحبة بين البشر عبر أشتاغ من هو محمد الذي وصل إلى تريند البريطاني من هو محمد هو الإنسان البسيط الأكثر تعاطفا ورحمة هو من عفى حتى عن أشد إعدائه عندما فتح مكة أكثر الناس كرها وعداوة لمحمد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين حتى قبل نبوته دافع عن حقوق الرجال والنساء والأطفال وأمر بالمحبة ونشرها بين الأقارب والجيران محمد علمنا أن البسمة في وجه الناس وإطعامهم يدخل الجنة علمنا التواضع وقت الغنى والعفو عند القوة والعطاء بلا مقابل هو الذي قال في حديثه الشريف أن المسلم هو الذي سلم الناس من لسانه ويده وكان لافتا أن التعريف بالإسلام جاء أيضا من غير المسلمين مؤكدين بأنه دين سلام لا عنف ولا كراعية ولكن يبدو أن تشويه الإسلام بلغ مبلغا بعيدا ويستلزم الكثير من الترميم لصورته إذ يرد أحدهم قائلا إن كان الإسلام دين سلام ألن يكون من الأجدر أن يكون المتشددون هم أكثر الناس مسالمة؟ نعم لكن هذه الجماعات الإرهابية كداعش وطالبان وبوكو حرام وغيرها التي شوهت الإسلام جعلت مهمة التعريف به كدين سلام أكثر صعوبة وإلى جانب هاشتاغ من هو محمد برزت العديد من الهاشتاغات بالإنجليزية والفرنسية تؤكد على رسالة السلام وعلى رفض المساس بالنبي كما أطلق العرب العديد من الهاشتاغات كانت الأكثر تفاعلا منذ الأمس عبروا من خلالها عن حبهم واعتزازهم بالرسول وإلى تويتر السعودية وهاشتاغ بعنوان الحرم المكي خطر على الشباب أطلقه المغردون ساخرين من تغريدة كتبها أحد الدعاء يقول فيها بأن الحرم المكي أصبح خطرا على الشباب بسبب التبرج والإنفلات الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار والغضب من الدعية هل وصل بنا التزمت لدرجة أن نقول أن الحرم المكي خطر على الشباب؟